السلام عليكم ورحمة الله ظن الذين كفروا أن أموالهم وأولادهم التي انتفعوا بها في الدنيا تنفعهم في الآخرة فآيسهم الله من ذلك إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار معنى الكفر في اللغة هو تغطية الشيء ولذلك يقال للمزارعون الذين يضعون الهذور في الأرض ويغطونها كفارا أما الكفر في الشرع فهو الجحود والإنقار وتعلمنا جميعا أن أركان الإيمان ست الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فأي إنسان ينكر أركان الإيمان أو ينكر ركن واحد فقط من أركانها فهو كافر بإجماع الولماء فمن أنقر وجود الله فهو كافر ومن أنقر وجود الملائكة أو ملك واحد كجبريل أو ميكائيل فهو كافر ومن أنقر الكتب السماوية أو أنقر كتاب واحد كالقرآن أو الإنجيل أو الزابور فهو كافر ومن أنقر وجود الرسل أو أنقر رسولا واحد كمحمد صلى الله عليه وسلم أو عيسى عليه الصلاة والسلام أو موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر ومن أنقر اليوم الآخر أو يوم القيامة فهو كافر ومن أنقر القدر خيره وشره فهو كافر فأولئك الكافرون لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا أتدري لماذا؟ لأنهم قد استحقوا العقاب وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم وكانوا يستمتعون بأموالهم وأولادهم في الدنيا ويقولون نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين فيأتي يوم القيامة فيبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فلن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولن تدفع عنهم من عذاب الله شيئا قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأولئك هم وقود النار وحطبوا النار يوم القيامة تلك هي سنته الجارية في الأمم السابقة والحاضرة واللاحقة فأولئك المخترون بأموالهم وأولادهم هم وقود النار التي بها تتقل وتشتعل النار في الآخرة يا لها من حصرة ويا له من عذاب يرى الكافرون بأعينهم ما كانوا ينتفعون به في الدنيا من أموال وأولاد تزول ثم يجتمع عليهم عذاب يزيد ولا ينفع فترى الكافرون كالحطب اليابس في النار يتعذبون ويعذبون نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار جزاق الله خيرا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار ترجمة نانسي قنقر